سيد عميد البريكي الوزير الأسبق وأمين عام حزب تونس إلى الأمام سباح الخير سعبيدي أخير شكراً للدعوة برك الله شكراً لكم أن أحكيوا في الكواليس قبل ما ندخلوا وكانت معنا آسيا عدوة سنعود نحيها لكان ضيفتنا على الوجيعة لعند التوينس الكل خاصة بمأساة زرزيس وبالألم اللي قاعدين عايشين وأهلين في زرزيس وانت قلت لكن مسؤول سيسي مخرش وقدم تعزيه للأهل فهذه أكبر من خطأ يقول وكأن الدولة غايبة فعلاً هو ممكن أنا لأنه أهلية أنا من جرزيس تبعت الوضعية هو بالمناسبة ترحم على كل الضحايا اللي مشاه وضحيت برشا عوامل عندما تتابع اللي صار أخيراً من غير ما ندخل في برشا تفاصيل مش هذي الحادثة الأولى راهو معنا هذه حادثة تقريباً أصبحت ظهرة متفشية في تقريباً أصبحت الهجرة هذي بمعدل ألف الشهر التوحلية معادل ألف شو معناتها؟ هابش ناخده شيخ الأرقام من عند رمضان بن عمر وشتنا الأرقام الكل وطول من الدولة يعتقد بمعدل ألف شو في العشرات منهم اللي يمشوا معاد هذا حي مش لازم ندخله في التحليل وشنية الأسباب إذا كان وصلت الكوادر تهاجر فما بالك بالبطال ولي ما عنده سترين أرمه على أصبحت الناس لوجع حلول أخرى لأنه نسدد كل المنافذ في تونس في المرحلة الحديث بالنسبة للجرجيس بو منطقة صحيحية واللي عند الناس في قناعاتهم أنه كل واحد يخرج البره يتفرح ده خاطر برشة مهاجرين عنه من جرجيس وبالجنوب جرجيس تطوين من الدنين اتسا ترى دونك يعتبروا أنه الحل غادي ثم العائلات يأسر تحس على أولادها مش وراهم من باب التمييز مستعد يبيع اللي عنده باش ينوكد نميلده من أنه يخرج من الوضع اللي هو فيه عليش الحادثة هذي خذت أبعاد كبيرة لأنه معناها كشفت اللي السلطة الدولة مش ولت تتعامل برك مع الظاهرة طبع عادية ولت وكاني عادية هاكا شدوا كذا حطوهم غادي وانترا شنوات سترا ولا مرة خرج مسؤول سياسي باش يقول المشكلة هذي يجب تتعالج هو إذا كان عمقه التفكير أراه اللي صاير في تونس يزمو اجتماع مسلس أم قومي في النهاية يرى ولد قضية أمنية ولد قضية متعتوانسة هذوك شبابنا وولادنا واللي ألم أكثر اللي صار في التعامل مع الجدد هذا المشكلة طاول بارح ليسمع في واحد وبألم كبير هذا اللي في إيطاليا وبنته ومرته يقول أراه اللي اللي منعطيونا نشوفوهم هوا بالفعل ظهر اللي فهمها ناس تم دفنهم ومنعش كون اللي يعطى الإذن بالدفن إذا كان نيابة العمومية يا خائبة المسعى معتها من غير ما يتم هل اللديان هذا ومن غير ما يتم دعوت الأهالي باش يثبتوا ومن بعد جي تدفلوا ولده ويحب يشوفوا لأنه يطمان حتى يشوفوا ميت يطمان يدفنوا ويقبل حشاك الأعزاء معتها تحس تصير هكا التمأنين هنا حتى هذا ما تمكنش منه وبخطأ معتها مش كيم يقول هو يا سيدي الغرق قضاء وقدر هذا وين يمام عملية بأسات كبيرة والاحتجاجات بانا شوفها وخليني نقول المفروض وقلتوله مباشرة معها رئيس بيدو يجي للناس يقول هذو كأولادي رئيس الجمهورية المفروض يقول هذو معتها أولادي هذو هذو مماما أنا المسؤول السياسي وراه هو وقت اللي ظهرت تدفشى محسوبة على السياسة متاع البلاد يخرج على الأقل تعزية للناس ولا رئيس العكومة همعث وزير مشكل ما يعملوا له شيء بالعكس معناتها ويمكن التخوفات في غير محلها تخوفات طوى المعاناة بس نرمال المعاناة في واد والناس تتألم وألم كبير بالفعل اللتيش اللي كنت نحكي لك عليه وما فام حتى شيء بصراحة شو يقول واحدة معتها إذن قد وبشكل موضوعي قبرش حد لا يحسب على المتهجم على المصار يقولوا آه كيفاش يقدره لا موش تهجم على المصار وإذا سكت عيب إذا سكت عيب سسع كيفاش ناجم يقول لكلام هذي ينقض الرئيس وفي نفس الوقت وأنت في تناقض تام بين يعني مسانتك لرئيس الجمهورية ومسار 25 جوليا وفي المقابل أنت تنقض لون في رئيس الجمهورية اللي مفهمت وش الناس هو التالي سمحني فهل ما الناس بأهم خطر تواعب ظاهرة بين قوسين أنت تقول فكرة ما ينقشوك شفاه اللي يختلف معاك يواجهك بالسب وصلنا للمرحلة هذا نس كل دي جا تحكي سب 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 والفيسبوك اللي كنا نحكيو عليه واللي ولا ينشط برشة في ظل غياب المعلومة وسيترين الرمال والإشاعات والسبان والهجوم ثم فما مشكلة أخرى إذا كان أنت تعبر على فكرة وانا ننقضها لأنه أصبحت من حقي عبرت عليها أنت سيبتها معاك بتاعك الفكرة وعبرت عليها في وسائل علام أنت عطيتني حق لاخدها أنت تجي تنقضها وينزل عليك الضرب معتها وكاني أجرمت مسألة مع المسار راهو اللي مع المسار مطلقا راهو بش يضرب المسار اللي يجيه كل كل شي باهي والأمور مريقلة هذك هو الضرر الكبير أنت مع المسار لأنه خليني نقول لك جملتين ممكن ما خلي الأمور تكون وقت حيسألوا فينا بش بيكم في المسار هذا وش بيكم ماشيين في هذا احنا اخترنا لأنه نعمله في سياسة احنا حزب مش حزب على حجمه يا سيدي بمواقفه السياسية شفنا المشهد العام ومرات أنت جاوبت على حجمه على خطر السؤال مش مشكل ديما يقول له وش كونه مضوما يا سيدي وش يوزن وش يوزن وش يوزن في محلوه بخلينا نقوله سؤال في محلوه صحيح وموضوعي اليوم يزن فهمه محددات لحزب ما أنا قلت علش ليه ما يكونش بعدد المنخرطين أو عدد الحزب هذيك كيف كان في مجلس نواب قديش للكتلا متاعه صحيح مقاييس موضوعي ولكن من المقاييس أيضا على الأقل سيد عبيد الأبريكي كان وزير فلك على الأقل هذي أنا 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 لأنه برش اليوم اللي تتحكي على أنه عملنا وعملنا في عهل بن علي وقومنا وجهنا الستراء الناس تعرف اللي عملته في الاتحاد في المرحلة بتاع الثورة وزيد وهذا موثق ودي فيدي ويت ستراء والمصار الناس كل تعرفه في الجامعة التونسية طبيعي جدا اليوم في الفين ثنين وعشرين وانتي ما زلت تبرر يعني لا مش مبرر تفسر ولا تفسر ويأشكون عبيد الأبريكي فما برش انتقاداتي لن اليوم لا طبيعي لأننا نعتبرها عادية جدا برش انتقادات للموقف هذا من موساني دي مسار سيساء للموقف هذا اللي قلته بالكم إيه تقاس بالكم لأحزاب لكن كي نرجعوا شوية فما أحزاب نجأت اكتسحت الساحة كم من حاب نستعرضات ثم فجأة تفتت نداتوا نسمة طالا دونك إحنا بالنسبة لنا الوزن متاع الأحزاب يقاس بالمبادئ وبالمواقف السياسية ايش معناها كي نجسب هذا انت تلقى روحك في مرحلة عشر سنوات اللي اللي تعدات وما قبلها ما قبلها صرت عليها ثور حتى واحد ماين في هذا لكن اليوم الوضع اللي عيشوه التوانسة يكذب على روحه اللي يقوله والله أنا في وضع عادي والله متوسط لا وضعنا سيئ جدا العالي شنية أسبابه فيها ما هو ذاتي داخلي وفيها ما هو داخلي هذيك حاجة أخرى للتحليل ومش حذرهم بارك خايب ما فاماش رسائل تخلق الأمل وتحدد وينماشين بالضبط المواطن والإنسان العادي في العالم ولكل وقت اللي حاضر وخايب ومستقبل وما فاماش يحتمي بمضيه واللي يحكي عليها حصرة وين كنا باهي هالوضع هذا شنو اللي صار فيه فما طرف سياسي ومنحقه في النهاية استغل الوضع هذا واصبح ينظر إلى عودة ما قبل 2010 احنا في حركة تونسي للأمام انا من حبش نشخص ديبه اذيك طريق ديف التعامل معروف ما نسميه الأشياء بمسميك طيب احنا بالنسبة لنا من نجموشنا القاوة وارواحنا في الموقع هذا لانه قناعاتنا خلاتنا في ظرف معين ننصهر مش كحركة تونسي للأمام كمناظلين كنقابيين في مصار مواجهة اللي صار ودعم الشعب في الثورة اللي عملها الثانية شنية العشر سنوات الأخرى العشر سنوات الأخرى جديدة نحك عليها هم اللي كانوا يحكموا من الأول قالوا ان عم عشنا الدمار في تقييمهم والدمار نتشال حشين خايبين لولا نية الفساد المالي والإداري والثانية الإرهاب وكانوا ينتحشوا من بعضهم يختلفوا ويتحالفوا هذا ما نجموش نلقاه روحنا غادي شنو اللي صار النهضة ومن معها سيسا واللي أنا كنت فيهم في ظرف معين مو باش ميقولوا يا سيدي كنت معاهم وبدفع من نقابيين إلى خريه وقلتها مرات هذه ولكن لو كان الهدف هو الوصول إلى السلطة ما تحلف مع التحدي راني قعدت في الحكومة هذه كربعة سنة وانتي تعرف وكنت مع بعضنا في حوارات تقريبا كل الملفات علجتها لكن اخترت في النهاية أني نمشي عن روح لأني ملقيتش اللي يتقال نظريا دونك المرحلة ما نكون لجموش وكنوا فيه عملية بنجموش شنو اللي صار بعثنا لسالة وقلتها مرات للرئيس مفتوحة أعمل حل جاء 25 جويلية 25 جويلية في زوز الشعب والرئيس إذا ما كانش الشعب اللي يتحرك وراكم ما كان يصير شي وإذا ما كانش الرئيس هذا في ظل المراكمة ما كان يصير شي صار الحدث وتحدد أهداف احنا إلى الآن مع تلك الأهداف واخترنا اثنية هذه لكن اخترناها مش باش نقول كل شي باهي عندما ينحرف المسار وعندما تصير أخطاء سنكون أشد أشد في النقد وهذا تشوفيه ناس كل في بياناتنا وفي موقفنا على هذا المسار غيرة عليه وليفنع الخلاف بيننا وبين الأخرين في موقفهم من 25 جويلية الاخرين شنو اللي يعملوا الهدف هو هدم ما بعد 25 جويلية بعطيه بار انقلاب والحود المنقبل احنا لا احنا دعم هذا المسار وعلى قاعدة تلك الأهداف وكل ما يحدث تعثر لن نسكت حتى لو واصبحنا هنقولها تو أول مرة اصبحنا النقد جاينا من جماعة القدم ولكن أيضا حتى من الناس اللي دعم 25 جويلية في المطلق وليقولوا شنو هو هدم شباب ينقض يا سيدي سننقض المسار وسننقضه غيرة على المسار وتمسكا بالأهداف الأولى لأن وقت القتلك المرحلة الساقة فها فساد مالي وإداري وفها إرهاب وفها حيف اجتماعي فهاد بن علي جاءت الأهداف اللي حددها الرئيس في خطابه الأول مجافعة الفساد المالي والإداري لنك احنا معاه ثم الكشف على ملفات الإرهاب احنا معاه ثم وثالثا ولا رابعا الجانب الاقتصادي والاجتماعي شنو تحبوا نقوله يا سيدي نقوله كل شي باه لا يا سيدي مش كل شي باه وفما أخطأ والأخطأ هذي نجعل برشة عوامل بعد الفصل ضيفنا سيدة عبيد البريكي قلت الأخطاء اللي ناتجة على برشة عوامل شنية العوامل هذي اللي خلت اليوم عديد الأخطاء تصير ونذكره اللي من المفروض شهرين وثلاثة أيام ويصيروا الانتخابات التشريح صح هو الخطأ الأول وراني مرات في حديثي مع الرئيس نقوله وقتا ش كان آخر حديث معه ما عاشه تخبرنا جامعة تلتالية أو لها عشرة أيام سيت بضبط معناها مدة أو آخر سبتمبر تقريب قبل جس بعد 26 ستة عشرين سبتمبر بعد القانون الانتخابي 26 ستة عشرين سبتمبر مهم الأول خطأ وخرجوا للناس وقولوا له مش فمة في العالم في البلاد مش فمة راهو الناس اليوم فاهمة اللي كل ما يحدث في تونس ناتج على وضع داخلي وخرجوا قولوا لهم شكون رئيس جمهورية رئيس جمهورية رعصان يلزمو ويخاطب يخرج للرأي العام مرات نقول فيها راهو باهي برشا مازال عنده منسوم تعثيقة رغم المشاكل مازال وخرج للناس كلهم شنو اللي صايع تعرف في تونس وقت اللي يفهم يفهم معناتها الحاجات مستعد يكبس السنتورة باش نعدو هالعاصفة احنا تو معهم طلقنا دي ما نقول طيارة خرجت من مطارها وعندها اهدافها عندها وين ماشية تو احنا زون دون دون بلونس كبيرة فسرنا اخرج يا بلوت قولنا راهو الأمور كذا كذا وسنتجاوز هذا هو كيفش نجاوزها ومش تخرج توصف انا نوصف مواطن تونسي ولتي اعلامية توصف وتقول وتفسر لا تخرج توصف ولا تفسر برك وصف فسر واعطي رسائل الرسائل اللي اعطاها للشباب اعمل اجراءات حيني قبل الانتخابات لانه هذا كينوربط ببعضه باش يأثر على نسبة الاقبال على الانتخابات المرة الجاية اذا كلموا وتقعد بشكل هذا هذا لبولة من هذا ما نحرش شنو الحاجز شنو المانع هذا ساعة شنو انت تتسائل شنو الحاجز والمانع بذن مش منع خاتر انه الرئيس الجمهورية يتواجه لدى العام والخروج مش معنتها عن طريق زيرة الاخرية هذا الخلل او الخلل الثاني الوعود كثيرة واقوال الرئيس عندما يجتمع بوزراء اعملوا وعملوا وعملوا ولكن الانجازات على ارض الواقع لم ترتقي الى مستوى القول والوعود وين الخلل قولوا وين الخلل يا هل ترى الخلل للبلاد يأسر ملغمة بالبرونات يا هل ترى الخلل في الوضع الدولي اللي بأثر فينا ولا الخلل في حكومتك ما هذه الاحتمالات قولونا خلنا فهمو لانه اذا كان فما التزام بالهدف هذه وفما حديث عليها وفما حث الوزراء ثم بعدك الحديث ما يتحولش كيف هو المشكل قولونا الخلل وين هذه الثانية انتي تعرف الخلل وين في النقطة ما انا ملحبش نشتهد برش انا انت سائلتو وين يقولون هما وين الخلل ما يقولون هما ملحبش ان ندخل في تقييم الحكومة الحكومة فيهم وزراء يخدم على رواحهم وربعينهم والخطاء راهم مش خطاءهم انك تجي في مرحلة معينة وتقول نحن نحتاج الى كفاءات ادارية ما هيش هذه كالحكم الحكم وسياسة ومش متحذب يا سيدي خلينا توا مش نحطيك ملاحظة على الأعزاب مش تحذب يزوك لا يستعمل سياسة لان وقت لتحب تعمل الاقتصاد عندك طاقم اداري ممتاز اللي مازال منه ما هجرش خطر برشا منهم مشاوا راهم ممتاز نعرفهم في زارة وظيفة العومية ونعرفهم في الوزارات الاخرى اجتمعت به مرات تحتيه انت تقولوا هاوين هم نمشي ايش احطيني الاليات لكن انت ترسم السياسة اذا انت ما عندك شي خلفية سياسية في المجال الاقتصادي وتصير في الاقتصاد في المجال الاجتماعي وكذا وفي المجال التربة وفي الاخرى لا ما تمشيش لامور دونك المشكل قد يكون من غادي الثغرة الرابعة فقبل ما نمشيو للنقطة دي ممكن يعني ترا اللي امكانية تغيير الحكومة او على الاقل طيب بعض الوزراء حتى قبل الانتخابات انا ما بقبل الانتخابات باو ما اعتقدش ويمكن ما ننصحش ما نحبش ندخل في هذا لانو خلينا توفهمها محطة نعم مش نحكيو عليها محطة الناس كل تنكب على نجاحها خلينا في الوزر اشبتعمل توفهم الوزير باش يجيو في المرحلة الحساسة وبس تعطيه دوسيات ويدرس فيها جديد وعندنا انتخابات وفهم وفاوضات معلافهمية اذا بعد طلب المسارحة والتواجه للرأي العام والانو قولوا له اللي يزمو يتقال الوعود كثيرة والتقديق والانجازات قليلة الجانب الرابع هي حكاية الاحزاب السياسية انا نحب نقول جملة لانو فم مجمعها للأسف ومنصوبين على الرئيس يقولك انت ها دور الاحزاب يجمعها مش منصوبين للرئيس حتى الرئيس هذا موقفه موقفه اللي انا وللتاريخ مرتين نحكيه في الجانب هذا يقول ما عندي حتى الشي ضد الاحزاب وحتى مسألة الاحزاب يشاركوا في الانتخابات ولم يشاركوش المرشح من حقه بش يقول انا ننتمي الحزب كذا ومن حق الاحزاب السياسية تعمل حملاتها الانتخابية لمرشحية معنا هذا للأمانة لكن انك تجي تقول برب يفهموني اش معناها انتهى دور الاحزاب يقول وراه الديمقراطية في علاقة بالشعب مباشرة اش معناها الشعب معناها الوصاية معادش اش معناها الوصاية معادش هيا سيدي نبدأ بالنقابات نهاية الديمقراطية اش معناها بليش انا انا نحب نفهمها ومن غير مياهش ويفسروا لي خل نفهم حتى في الكتابات معناها نجيوا في النقابات نحيوا النقابات مثلا معناها يجي العمال يتسايبوا يبدوا يطالبوا ما عندهمش حتى فيزا في ما عندهمش يشكون يمثلهم في المفاوضات لحل المشاكل ما صعب لها كما الاعلم بالنسبة اليوم هو نجموا نحيوا في بيه ثم الاحزاب السياسية توا مش عيب تقولوا انتهى دور الاحزاب واول شهداء لتصحيح المسار الثوري مشاوا في جنازتهم الاف التوانسة هما شكري بالعيد ومحمد البرحمي هذو ما جايين من المريخ هذو ما زوز ومنا عمين امتاع احزاب وصغيرة مش نقول لك راو المسألة التي تقاس بالحجم تجي تقول لا اعطيونا عرفونا الديمقراطية اللي انا نعرفها يمكن انا ميمن ياسر في موال الديمقراطية عند الديمقراطية التمثيلية وموال الديمقراطية التشاركية والمباشرة بهذا تنجم تضمن مشاركة الكل وبالاشكال المختلفة التمثيلية عندك شكوني مثلك منتخب ملا كيفاش توا مثلا تصير لجنة مثلا انتع خمسة وعشرين جويل اشنيه هذي مش هيك الوسيط حتى هذيك شكل من اشكال التنظم يمكن مش حزب يسميه اللي يتحب لك الوسيط حراكة المواطنين يشارك في سيارة القرار والمباشرة والمتمثلة في الاستفتاء هذيك اللي تشرك الشعب مباشرة في قضايا مهمة اعطيونا مفهوم اخر للديمقراطية شنو الديمقراطية ما انت حزب اخان لا مش هذي اذا نوني انتقعت تتوجه للمفسرين ايه انا نتوجه بشكل عام نحب نفهم فماشي فهم اخر للديمقراطية وقتها تضمن شون تحب يجيبك اللي يجي حتى اللي ضد المسار قال لاخر ما نميز اجربنا فهموها اعطيونا ركن اخر من اركان التمثيل الديمقراطية الديمقراطية الشعبية هوا مثلا نحنا نحكيوا على الاحزاب وفما التنظمات قاعدين نشوفوا فيهم اتلافات جبهات فما نوع من مهي الجبهة والتلاف اللي هو اسمه تونس تنتصر ملقينيكش في المبادرة مانيش في المبادرة هذي ولا تنوي المبادرة قل تراه الوضع صعيب معتها قلتها من قبل والوضع زيد صعب قانون انتخابي تعمل فيه مشاكل فيه مشاكل خلينا من التناصف ومشكل كبير ومهم جدا لانه الدستور يقول في الفصل 51 تعمل الدولة على ضمان التناصف وتجي هذا مشكل معتها تجي تعمل تشريع قانون المشاكل اللي اخرى جيت باش تصلح الفساد المالي حليت بابي كبير بحكاية التسكيات التسكيات حلت معتها مشكلة كبيرة تنتظر انه بسي تم تعديل في القانون اعتقد انا اعتقد التعديل هذا يتم لانه ممس جوهر لانه الناس سيسا اذا قدمت وقتها ايو اللي مشكل يجي واحد يجي واحد تمنع يمكن في النقطين هذهم في نقطة التسكيات والبلديات رؤساء البلدية لانه خلات يعني انه رؤساء البلدية يمكن يتم منحهم منحهم من الترشح واما التخفيذ ولا يمكن لملاحظها مثلا بالنسبة للتسكيات او تغيير الالية لانه صعيبة تونت عندك قانون انتخاب كيفش ترى انه اليوم رئيس الجمهورية يصدر قانون انتخاب ثم يعني يتراجع عن بعض النقاط هذي هني خلسه لسوأ الاخر مش ريك انت باسه لانه تتسل ولا نجاو ونحن نحب نصلح وننزل القدام كما قلت لك لكن اما افضل الثغرة هذه اللي اثبتها الواقع ومازال فهم فرصة باش يتصلح ونسهلوا العملية وتولي الناس تقبل على الانتخاب وعا الترشح ولا لا مثلا انت تطلب لي 400 مزكي في افريقيا عندهم 600 ناخب اللي مسجلي وينه التنافس اللي باش يصير ولا من انتخبوه وش غادي دونك حكي فارق المشكل المطروح خاصة في الخارج مطروح يعني بصفة وافحة وهاده قالت وليزي قالت ما سارتش بالكل وفي تونس التجاوزات اللي قاعدين نشوفه دونك تشوف هده قانون انتخاب باش يعطر انا نقول باش يعطر باش يأثر الحبيد نجاوبك على سؤالك اللي مازال فيه والثاني الوضع الاجتماعي متفجر جدا دو برا باش يمشي نخب يا سيد الناس انت تقولوا بالله يقبلون على الانتخاب فما مشكلة تعرفها انت وين ويكل وقت لتصير الانتخابات رئاسية نسبة الاقبال من قبل تكون اكبر باش تشريعي فما بالك اليوم اليوم التشريعية هاو نخرج المواطنين تسألهم تقول لك باش النخب ربينا في الوضع تسألهم باش النخب فكرة او صورة الاحزاب عند الناس هذه باينة دونك شنو تعمل هنا نرجع للي قلتولك باكري لابد من الحلول الحينية يخرج اخرج احكي على صندوق بطالة سيد الرئيس يبارك فيك خلي الناس تحكي عليه اخرج على هكا القانون 38 يزيم جمدناه قلهم صحيح قانونا معتها هو قانون لكن كان خاطأ وقتها اخرج قلهم راه هو لطوفي نونسمون هكا اللي طلبينكم فيه الشباب عشرة في المية المشاريع ناحيناه يخلق الامل الهدايا عند الناس خلي اخرج قول راه هو الاقتصاد للشماعي التضامن والشركات الاهلية باش نسرعونا سق متاع توزيع الاراضي على الشباب في الملقى شوفنا اللي قديش الشركة الاهلية متاع بن يخيال اللي عملت خضيت صدية ولكن مشيت في السلبي اكثر على للتربية وانا لتو من عرش علش مبداش اذا بدأ مع السنة الدراسية يمكن الحدة تنقص لانه التونس تحتاج الى نظام تربية ويراجع بعمق وتحدد افاقه بعمق لانه السوك اللي متاع البلاد هي التربية والتعليم اللي تهنرت واخر جاء عمل لنا المحكمة الدستورية توعننا مشاكل اذا كان المحكمة الدستورية الفصل هذا كانتطبق وتحدد بشكل الحالي اراه ما حدش في محتجاجات يولي الدستور اهو انطلق رغم المآخذ اتسترى والمحكمة الدستورية تصبح هي الفصل في النزاعات علاش هذا ما يصير شنو الاشكال دونك انتي اليوم ترحت اكثر من مرة سؤال شنو الاشكال وشنو اللي خلي انو اليوم ما تخرجوش رئيس جمهورية او اعضاء الحكومة انكم تتوجهوا للرأي العام وعلاش ما تحكيوش وتفصل للرأي العام انا نرجع السؤالي اللي قتلك عليش مرقينيكش في مبادرة التركيبات نجم تكون فيها سعيد البريك ايه انا حدامنا خدمنا خدمة بعضنا هيك لأحزاب الكل وكنا نسقو وخرجنا احنا اخيرا موقف قلنا راه وفما مخاطر تهدد المسار وفما برشا عوامل قد تعطلو شنو الحل مجموعة 25 جويلية بينظفرين واللي متمسكين باليسار واللي ينقضوا فيه بدرجات متفاوتة فما اللي قابلوا بالكامل يلزمكم عندكم حتى خيار لانكم تتجمعوا في اطار واحد يسيد يسميه انتخابي خلينا من البرامج البرامج هكا حددها مصار 25 جويلة وحددتها الهداف من الأول على جوز نقاط تجمعوا الأولانية من أجل الدفع بمصار 25 جويلة إلى الأمام تختلفوش فيه هات لا الثانية من أجل سد المنافذ من الوصول إلى الانتخابات يعني كتلة انتخابية باش تدفعوا تساهم في الانتخابات بشكل موحف في شكل من الأشكال الاعتلافات ثنين النقطة الثانية من أجل سد المنافذ أمام احتمالات عودة المنظومة السابقة بأنواعياء فماشي لن ندخلوا يسيدي في التحاليل قد نختلف ولا ندخلوا فيه أنا شارك توزير وذك شارك درشنو وانت كنت تخدم مع ترشكون هذو ما زوز نقاط نلتقي وحولها بعد ما ندفعوا في الاتجاه هذا البرلمان اللي بشي تفرز تو تصير فيه كتلة تولي تنظر في كيفية تحويل أهداف خمسة عشرين جويل لا وقع عملي بعد صار اللي صار ربي عينه لكن هذا ما يعنيش صارت خرجت المبادرة هذه دون العودة لكم والحديث معكم حكينا حديث مع البعض جاوو وحكينا تسترى فلنا عمكانية نلقاوك فيها المبادرة أنا أنا بس نقولك حاج مثال شخصها لي أنت لأنني متعود بالنقاط جنو برونج جميل وترا مارش قطار خرج من سكتو أخذها تجاه وقد يكون نفس الاتجاه ما النجموش نأخذو ترينو ويتحرك هلهم بشكل وبيسي في ترينوك اليوم في حيث ما موجود الشعب بش نمشي ولو في هم طوانا ما منحكي ولا مات محرك الشعب معنا حديث لأنه حرك صعبي اعتقد مش موجود ه سدف اله س فما الأحزاب الأخرى هو موقع ملاحزاب لكنه فما التايار موجود لا حبش ندخل في تقييم هذا التجربة لا لي إحباطها و لحد شيء بالعكس انشاء الله يفيدوا انشاء الله يفيدوا البلاد بها تقدم للانتخابات نعم لكن فما عندنا شكون مقدم و معناها مبدأنا حيث موجود هالشعب هذي باش نكونوا فيه لكن من ذيلوش لأنه عندما نقول لنا الشعب هو كل الشعب هو كل الشعب يحتاج إلى قيادات إنه هذا علمنا التاريخ يحاول ويتفاعلوا معاه ويدفعوه ويعاونوه على اختيار اثنية الصحح يمكن نلقاوك في 15 أكتوبر في مستحيل 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 لأنه هذيك خيارات دبر هننقول ربيعينهم هذيك خيارات لأنه كما قلت لك معناها بكري قلت هالك نعودها يعجبني المثال هذا جات 25 جويل الطيارة أقلعت ثم ما نسقلت لا سبيلة اللي أني نتلعفها اللي ترينار متاحة واضح هكالاهداف هذوك يلزم نوصلولها اليوم مالهلزمو هالطيارة هذي في طريقة تمر بضطيرابات جوية عنيفة جد معناها دي زون دو توربولنس أخطر منها ما سامش ويمكن دي زون دو توربولنس يمشاتلو موحد ها م م م مع فتش كيفش تتبع دو توربولنس معنا انتش ننجرب بكل كراو ما دو توربولنس اللي جاي من الخارج اي معنا ما نجموش ننسيوه يعني فما عديد وقتا وقتا مش نقولك بلكش البلوت هو اللي اختار الزون دو توربولنس هذي هلا في الموبيل كل شي ويرت انت كنت تتتح في عديد بلكش ما نحكي ماليت برش قلت نسالحو مابعنا مع بعض خاطر كنا نحكيوه في الكواليس والسؤال اللي تترحق قال ايوين ماشي نقلت ايو كين ما نمشيوش ونكملوا المسار هذي يلزم نكمل ما فاميش خيار اخ انا نسال للناس نسال ويسمحوني وراني ما نيش نتهجم ولا عمر استعملت كلمة بذيئة في اتجاه طرف سياسي يجمعي اذا كان ما ندفعوش بالمسار هذي القدام توما ومنظومة مقابل 25 جول هتقولو توضحت جبهة الخلاص نحكي على اصدقائي في الخمسة احزاب ولا ستة اعطيونا شنو البديل اللي فيهم التايار والجمهور يا سيدي وين نمشيو عطيونا وين انتم تقولو سنسقطوا لانقلاب اوكي ايو وشنو الحل شنو نعملو ما زلت فما امكانية اليوم انو غازي شويشي غازي شويشي اللي هو يحاكم من اجل التسريحات مثلا هذه معناتها مسائل تصير في الطريق ربما تعطل لكن يلزمها لما تصلح لفون لاصل اعطيونا البديل البديل وقت تقولو انقلاب طوال اخرين واضحين جبهة خلاص وعودة للقديم انتم تقولو لا يمكن العودة للقديم شنو الحل طالعا خلناك شو احنا بالنسبة لنا لن نعودة لن نعودة لن نعودة وليس بمنطق سير سير بمنطق هذه لا ما تصلحش نصلحها وندافو على هذا لكن الهدف العام التمسك بمصار بكل سرعة اليوم اصدار الحكم القضائي في ملف ابتال قرارات مجلس واطن الاتحاد العام تونسي لشغل تعليق تعليق هذا من جوبك شبري علي مزال من عشخ نشوف القرار شو هتهم بذي القضاء ماو عند القضاء واللي مقدمين القضاء يقول ننتظر القضاء ونحن نحترم قرارات القضاء والمكتب التنفيذي من العام يقول نحترم قرارات القضاء إذا المهما كان القرار سيحترم من هنا ومن هناك ماو يقول لا إذا كان كل واحد يقول ولكن انت تنتظر في هذا القرار طب ايه أنا ولد المكينة في أصلي وننتظر شكرا عيشك بارك الله فيك ولد المكينة كما لي كلمتك سيد عبيد لبيكي شكرا نكون ضايفي اليوم في المايت بارك الله فيك